الأقمار الصناعي الأمريكية صورت لأول مرة قيام غواصات نووية روسية من طراز بوري كلاس وها بتقوم بتسلح بصوريخ بولافا الأسطورية العبر للقراط في واضع علني وده في تحدي روسي لقوات حلف النيتو عايزين نعرف دلوقتي اللي روسيا بتسلح غواصاتنا نووية لأول مرة بشكل علني قدام أقمار أمريكا الصناعية في الوقت ده بالذات وليه بوتين بيقول دلوقتي للأقمار الصناعي الأمريكية صورونا وإحنا بنسلح غواصاتنا النووية بصوريخ بولافا في أرصفة مكشوفة على سطح الأرض اللعب بقى على تقيل تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وما تنسوش دعم القناة لايك شير سبسكرايب للقناة من خلص أيام أما تكلمت عن مقاتلات سخوي 57 لراحة الصين قلت أن روسيا نشرت كل مقاتلاتها شبحية على خط الحدود مع أوكرانيا عشان تواجه أي محاولة من أوكرانيا لإشعال الحرب العالمية الثالثة قبل تنصيب ترامب وقلت أن احتمال أوكرانيا تقوم بإستفزاز روسيا من خلال القيام بهجامات انتحارية بصوريخ أمريكية بتحمل رؤوس حربية غير تقليدية لطوريط أمريكا أو طوريط ترامب في حرب العالمية وإكبار الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب أنه يستمر في دعم أوكرانيا ما بعد تنصيبه بعدها بيومين على طول فرنسا أعلنت أنها تزاود أوكرانيا بدفعة جديدة من صوريخ كروز مجنحة من نوع سكالب اي جي بعيدة المدى والأول مرة فرنسا بتمنح الإذن لأوكرانيا باستعمال صوريخ سكالب الفرنسية لضرب أهداف روسية ما خلف خط التماس أوبا يعني فرنسا بتقول دلوقتي لأوكرانيا اضراب العمق الروسي وش كده بشكل مكشوف بالتالي واضح أن في نواية من بعض دول النيتو وأوكرانيا لطوريط ترامب في حرب مفتوحة مع روسيا عشان يقفلوا الباب قدام ترامب اللي سبق وقال قبل كده كتير جدا أنه يوقف حرب روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة من تنصيبه في البيت الأبيض وهنا في محاولات بتحصل من تحت الترابيزة لإشعال حرب مفتوحة مع روسيا خلال الشهرين الجايين دول قبل فات التنصيب ترامب وسبع وقلت أن بايدن في الوقت الحالي ما يدارش يقوم بأي دور على خلاف رغبة ترامب الرئيس المنتخب وأن ترامب أصبح من اليوم التالي لفوزه في الانتخابات الأمريكية أصبح بيستقبل تقارير استخبارات يومية من 13 جهاز استخباراتي أمريكي بتوع أمريكا بشأن تحركات أمريكا العسكرية والأوضاع السياسية والدولية وهنا بايدن أصبحت دلوقتي إيدو مكبلة من فكرة توسيع دارة الحرب مع روسيا وبالتالي بنشوف دلوقتي توزيع أدوار بتحصل من تحت الترابيزة ولو بايدن إيدو متكبلة في دعم أوكرانيا بسبب ترامب ففي دلوقتي حلفات تانيين ممكن يقوموا بالدور دوت ومنها فرنسا وهنا بوتن يا رجالة بيحافظ دلوقتي على مستوى استنفار قوات الصواريخ النووية والغواصات الاستراتيجية وده السبب اللي خلى بوتن يقوم بتسليح غواصات بوريكلاس بصواريخ نووية من نوع بولافا في وضع علني ديها جماع صور الغواصات الروسية وهي بتقوم بالتسلح بصواريخ بولافا النووية الاستراتيجية شايفين المصدر العسكري بيقول إيدو الوقتي روسيا بتقوم بتسليح الغواصات بتاعتها بشكل علني يعني على غير عادة الغواصات الروسية اما الروسيا في الوضع المعتاد بتسلع غواصاتها النووية ازاي بالصواريخ روسيا جمع في الوضع العادي او وضع الحرب الشاملة بتسلع غواصات صواريخ في قواعد غواصات خفية تحت الارض وفي اعماق الجبال بعيد عن اعين الاقمار الصناعية الامريكية روسيا عندها العشرات من القواعد السرية تحت الارض وتحت الجبال الخاصة بالغواصات وفي اعماق الجبال وتحت جليد القطب الشمالي بتقوم في الغواصات الروسية النووية بتزاود باللوجستيات زي الأكل الشرب الأسلحة الصواريخ التوربيدات في أرصفة سرية تحت الأرض لأن الغواصة هي وفع الرصيف عشان تتلقى اللوجستيات ممكن الغواصة تنضرب بالتالي وقت الحرب الشاملة الغواصات بتتخفى في أرصفة سرية تحت الأرض عشان تستقبل كافة عناصر اللوجستيات والإمدادات وبعدها بتتحرك الغواصات لقلب الماء عبر شبكات أنفاء سرية تحت الأرض بتخش الغواصة مباشرة لأماق المحيطات بدون صعود للسطح عشان تحافظ الغواصة على مبدأ سرية والمفاجأة والمبغتة لكن روسيا دلوقتي بتقوم بالعملية دي في أرصفة مكشوفة على السطح في رسالة تحدي لقوات النيتو أن أي خطوة تصعيدية من جانب النيتو لإشعال حرب نووية مع روسيا قبل تنصيب ترامب فروسيا ترد على أي هجوم عسكري يستهدف ضرب العمق الروسي ورد أن رجالة مش هيكون بأي صاروخ لا خالص ده هيكون عن طريق الصاروخ الأسطوري بولافا وما أدراك ما بولافا أقوى صاروخ غواصات في التاريخ ورأس حربة هجوم الغواصات النووية الروسية ودور التاج الجيش الروسي من تحت المياه تم تصميم صاروخ بولافا النووي من قبل معد موسكو للتقنولوجة الحرارية وبدأ برنامج صاروخ بولافا في أواخر التسعينات كبديل صاروخ الأديم من طراز R39 تم تطوير صاروخ بولافا عشان يكون الصاروخ المناسب للجيل الجديد من غواصات الصواريخ الناوية الروسية من طراز بوريكلاس واشتغل في تصميم صاروخ بولافا كبير مصمم الصواريخ الروسية يوري سولومونوف يعني اخطر عقلي في روسيا من ناحية علم الصواريخ النووية اشتغل على تصميم صاروخ بولافا عشان يقدر الروس يعمله صاروخ استراتيجي مدمر قادر على هزم برامج الدفاعات الصاروخي الامريكية المضادة ويكون قادر على توجيه الضربة نواية التانية من عمق الميا صاروخ بولافا اتصمم بتلت مراحل المرحلتين الاولى والتانية بيسادموا وقود صلب لكن المرحلة التالتة والاخيرة بتشتغل بالوقود السائل وطبعا دي نقطة سلبية في الصاروخ بولافا لان وجود مرحلة بتستخدم وقود سائل معنا كده انها هتحتاج وقت أطول في التجهيز والاطلاق لكن روسي قالت ان تصميم مرحلة التالتة بتشتغل بالوقود السائل في الصاروخ ده من اجل اعطاه صاروخ بولافا قدر اعلى على المناورة وتغيير المصاري العشوائي لتفادي عناصر برنامج الدرع صاروخ الامريكي ومروغد الصاروخ الامريكي المضادة للصاروخ الباليستية لضمان قدرات الصاروخ الروسي بولافا على اختراق امريكا وضرب اهداف العمق الامريكي صاروخ بولافا الروسي اتصمم عشان يندرب بوضع مائل مما يسمع للغواصات الروسية باطلاقه اسناء الحركة وده بيد لصاروخ الروسي بولافا قدر على الطيران في مصار منخفض اشبه ما تكون بمصارات شبه باليستية لمروغد الدفاعات الامريكية المضادة للصواريخ يعني الصاروخ الستراتيجي الروسي معمول مخصوص لاختراك الدرع الامريكي المضاد والتهرب من الدفاعات الامريكية المضادة صواريخ بولافا هتفضل في خدمة القوات البحرية الروسية لحد سنة 2040 حاليا الجيش الروسي بيملك دلوقتي اكتر من 170 صاروخ نووي من نوع بولافا منها 124 صاروخ روسي ناشط موجود داخل الغواصات الروسية والبقى لاغراض التدريب والاختبار البحرية الروسية بتعتبر المشاغل الوحيد لصواريخ بولافا وحاليا فيه دلوقتي اكتر من 7 غواصات من نوع بوري مسلحين بالعشرات من صاروخ بولافا كل غواصة روسية بتتسلح بحوالي 16 صاروخ نووي روسي عابل القراط قادر على الضرب وهزم امريكا صاروخ بولافا الروسي مدى الاقصى حوالي 10,000 كم الصاروخ الواحد بيشيل ما بين 6 الى 10 رؤوس نووية بقوة 100 الى 150 كيلو طن لكل رأس نووي يعني الصاروخ الواحد من بولافا بقوة 1 ميجا طن تقريبا ما يوازي 65 قنبلة من قنابل هيروشيما يعني الصاروخ الواحد الروسي يمسح مدن كبيرة او ولايات امريكية كاملة من الخريطة بالتالي بوتين بيقول دلوقتي الامريكا والنيتو من خلال تسلح غواصات بوري بصواريخ بولافا بشكل علني حزاري من اللعب النار قبل فقط التنصيب ترامب اللي هتبدأ يوم 20 يناير القادم فمحدش يفقر يلعب مع الضب الروسي او يستسير غضب الجيش الروسي لان وقتها مش هيكون فيه اي وقت للندم او حتى البكاء بكده الفيديو خلص لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعم القناة لايك شير سبسكرايب للقناة اشوفكم الفيديو جاء ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة